على ناموري في اللطنة هادي أمامنا الإعادة والتزديد حلو حلو الكرة منعوبة لكن ناموري يعني في هدف التعادل هدف التعادل لأن اللاعب سعيده اللي سجل هدف التعادل في اللطاء في ديئة ثمانين من عمر المبارد هادي أمامنا هون اللاعب سعيدي اللي سجل سعيدي طبعا رقم عشرة نتيابه زنكيذا سجل هدف التعادل نتيابه زنكيذا سجل هدف التعادل تيبه زنكيذا هو اللي سجل هدف التعادل والتبديل قادر تبديل قادر ما ممنعين هون المتغب يعني حاوله هادي أمامنا لعب ليس بجيري مانا هيدخل أمامنا لعب ليس بجيري مانا هو اللي هيدخل كما تريد اسمع لدخول سعيد إبراهينو هدف التعادل ينزل بليز مكان فيستون عبدالرزاق فيستون عبدالرزاق ينزل مكانه المحترف في نامومبو في تنزانيا اللعب بليز في جيري مانا في جيري مانا رقم تسعة واحد واحد النتيجة تراجع في أداء المنتخب الموريتاني اللي حاول الحفاظ على الهدف وضيع على الله فرصة وضيع أيضا أدام ما فرصة لكن كتب مؤشرات يعني متوضح أن المنتخب بورنبي يسعى لغطف نقطة هنا في مالعوبة لكن لسا اللقاء لم ينتهي بعد هل اتغخر في التبديلات هل اتغخر في التبديلات المدادر مارتينس؟ هل بالر مارتينس؟ يعني في الافتداد الدفاعي والعودة الدفاعية هذه أمامنا هنا التبديل اللي تنم في الديئة واحده تمانين مخروج اللعب عبدالرزاق ودخول اللعب بليز في جيري مانا كرات العالية أمامنا هنا هذه نارسية لكن على طول الدفاع يطلع ترجع مرة تانية المنتخب الموريتاني المايكا يلعب الكرة خطرة جدا لكن المنتخب بروندي برة تانية المايكا المنتخب البروندي يعني بيسعى الشول التاني انه يجيب هدف تعرضون الفعل حقا تتعرضون على طول الاستلام كرات الأمامية المرادية يعني فيها راية وتسلط فيها راية وتسلط حسن العيد تسلط واحد واحده نتيجة مكالي بداية في الديئة ثلاثين ثم سجل سعيدي نتيما زونكيزا هدف التعادل من هدفين من كرات يعني اساب شوف الفاول عمل من مكالي في منطقة بعيدة حقق الماشا يواقف غلط ودي مسؤولية حمس المربا لازم يكون في لعب زيادة في الحقق انا متاخب بروندي اللي اصبح خطير شوتر متاخب بروندي اصبح خطير شوتر والمديل امام اوكليز يجري مانا المحترف في تنزانيا لكن يطلع بكا انا ملتبس العوز لبكاري بداية صاحب الهدف وايضا عبدالبا عبدالبا عسامة بالعبش من اكتوبر 2018 انا دي عماما دي المشاكل اللي عند المتاخب البريتانيا في بعض اللي عبيد ما بيشتركوشه وبيفعلوا هم تقضل في هذا المكان عبدالبا فيش تقعش عليها مارك وايمانس ربق التماس تاخب بروندي يحاول انه يحقق فوز وانتصار هنا في منعب الوراة ولكن امامنا كنا تطلع الى خارج البلعة خارج البلعة راجل تعال امامنا سعيده سعيده ابراهينو عايز يأخد ركلة ركنية وتبديل تبديل الرابع تبديل قادم امامنا هنا في هذه اللحظات واعتقد امامنا امامنا يستعد امامنا امامنا ويستعد امامنا عبدالله الجاي لعب الوسطق في سلطنة عمان وكان لعب نوازيفه السابق ولعب اينا في لطلية وايضا هيدخل لعب الانتاج الحربي اللى هيدخل امامنا هو امامنا هو امامو انياز تبديلات اللى امامنا هنا جنب المنتخب الموريتانى كرة السادة الحسن العيد اختفتها الرشور تانية كان مصدر فضورة لأنه ضيع فرص كتيرة تمريدة حلوة اوي استلام اي ضيع اسماعيد ياكيتي اختراق من العمد واسماعيد ياكيتي صعبة اوي ياكيتي صعبة جدا تضيع عمل التوبيف حلوة اوي لكن كرة عمل الجميلة اسماعيد ياكيتي وقف كرة حلوة اوي لكن حارس المرمى الحارس روكوندو اونسيمي اطلع في توقيت رائع وركنية جديدة خمسة في اللقاء المتخب المرتدي طبعا يقع سنة باقي حارس روكوندو يقع سنة في اللقاء لكن فرصة لإسماعيد ياكيتي كان ممكن اوي يخلص بها اللقاء ويخلص الثلاث نقاط اللي بنالغة فيه وفي مراته لكن مرعوبة حلوة اوي شوف ياكيتي شوف العمق الدفاعي مش موجودة دياكيتي مع ادامة بقى يعني مطلوب منهم التواجد في هذه اللحظات طبعا يعني فرصة كبيرة اوي ضيع من اسماعيل دياكيتي يعني عمنا هيدخل امامنا هو خرج رقم رقم سمعة خرج اسماعيد ياكيتي ودخل مكان وعبد الله يجيه ودخل ايضا اللعب نياس شوف ربنا نياس دخل مكان مين نياس نياس دخل مكان الحسن ايضا خرج الحسن العيد معارف لوجو امامنا هو وخرج ايضا اصحب الفرصة ايضا الضادعة في الشوت الثاني منذ لحظات اسماعيل ياكيتيتي تبدلات خلاص خمس تبدلات في الشوت الثاني من وراء المنتخب المرتدي من المطالب بالتركيز في الاوقات الاصحبة هدف يعني الكثير